في الفيديو دي ان شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها decision tree طبعا ال decision tree دي اعتبر algorithm نستخدمه في classification ممكن يبقى عندي data اروح ما دخلها على decision tree تساعدني في ان انا اعرف classified data اللي دخلها دي او ان هي اصلا ممكن تساعدني ان يتعرف لي سعر المنزل او اي حاجة على حسب فخاننا ناخد decision tree الاول في classification وممكن نجنراليز الكيس بعد كده في regression او اني طبقها في regression ايه هي اصلا decision tree ده عبارة عن tree انا ببنيها علشان ساعدني في الاخر ان انا ااخد القرار بتاعي او ان انا classified data اللي عندي tree دي زي اي tree بتبقى عندك اي شجرة بيكون عبارة عن جزور وبعدين افرع وبعدين بيبقى فيه الاوراق او الحاجات اللي في الحرف او الطرف يعني خلني ناخد مثال لو انت عندك بيت classify animals وعندك مثلا بتقولي ان الانمال ده طول ولا short لو انت عرفت مثلا ان هو طول تبتسأل اسئلة تانية طب عندي الفيتر اللي هي ايه ال height بتاعها يعني طول ولا ايه ولا short بعد كده هسأل على النك بتاعتي هتبقى short ولا long لو النك بتاعتي long يبقى انا احتمال اكون giraffe او زرافة لكن لو النك عبارة عن short فده محتمال ان انا اسأل برضو اسأل feature تانية لو انا النوز بتاعتي طويلة يبقى انا elephant او الحيوان ده elephant وهكذا بقى ببدأ ان انا اسكرول على الفيتشرز كلها وبطلع في الاخر الكلاص بيزد على الاحتمالات الكتيرة من الفيتشرز ده معنى decision tree دي انا كهيومان قدر اعملها لكن عايزين ادورها على طريق الخلي كوميتر هو اللي يعملها فدي دي هنشرحها بس خلينا بس نشرح ازاي الانسان اصلا بيكلاس بيممكن اسبلت الداتا دي بيزد على الفيتشرز اللي فيها فافرض مثلا ان انا عندي data لعشر اشخاص data دي فيها فيتشرز كتيرة ولنفرض مثلا فيتشر وان وفيتشر تو وفيتشر سري والكلام اللي في اخر ده عبارة عن الول او الواي بتاعتي الواي هنا اسمها sheet فعنا عم تاخد اتنين values اما ياسي اما نو يعني انت هتعمل sheet ولا لا يعني هتغش في الحاجة دي ولا لا طبعا خلينا نفترض ان استاملز دي لحد رايح ياخد كارد من بنك يعني فلو هو كان خد كارد مر قبل كده ورجعه وهو كان حالته single وان هو مثلا الدخل بتاعه كذا فهيقوله ان هو ايه مش هيغش ولو ينفع يدله كارد تاني لو هو مثلا كان خد فلوس قبل كده وما رجعهاش وكان هو مرض وكان مش عارف الدخل بتاعه كان فهو مش هيغش يعني كيسز كتيرة فاحنا عايزين ندرس الحالة دي او الجدول ده بحيس ان انا اعرف ان انا classified خلي مثلا اخد التسامل الفيتشر الاولية اللي هي refund لو ركزتي كده لاقي ان الفيتشر اللي اسمها yes الاجابة يعني لو كانت yes و yes ال refund يعني دايما بيكون الشخص ده بيبقى no sheet مش بيغش لانه اصلا رجع عبل كده فلما رجع عبل كده بقى رجع تاني تمام فلو انا refund بتاعي yes الشخص ده بيرجع الفلوس اللي بيستلفها يبقى no يبقى هو مش هيشيت no sheet طيب ابدأ بعد كده اشوف ال no او الاجابة التانية اللي هو لو كان no هل لو هو كان no يبقى انا اكيد على طول مثلا بيحصل sheeting او لا 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 ما عرفش لان انا عندي هنا no بيديني بيشيت no sheet وفيه no تانية بيبقى yes فطبعا محتاجة ان انا استعيم بفيتشر تانية فهبدأ ابصت على الفيتشر التانية بعد هنا انا وقفة هنا دلوقتي ابصت على مرد الاساسة عندي حالات كتيرة فيه عندي single وعندي مرد single ومرد وعندي divorced اللي هي ايه مطلق فممكن اركي شوية في الفيتشر الاقي ان الشخص ده لما بيكون مرد دايما بيكون no لما بيكون مرد بيكون no لما بيكون مرد no يعني لما بيكون متجوز دايما ما بيعملش غش وبيرجع بايه بيسدد لانه عنده التزامات وبتاع فبتلاقي ايه مركز يعني مش اللي هو مقيد هو مقيد يعني عنده التزامات والتالي بيبدأ يسدد كل حاجة ومش هيعمل غش يعني طيب ايه ممكن no دي معناها انه هو ما 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 استلفش قبل كده اصلا يعني المهم ان انا بقى انا بقى انا لازل داتا هنا لقيت ان مرد دايما بتبقى no ومرد no no فهنا يجي هنا اقول ايه لو الحالة اكتب معي بتاعتك مرت فانا اكده هيبقى no يبقى no sheet فانا عرفت دي وعرفت دي هاجي بعد كده اشوف الحالة ان اللي هي single و divorce هلاقي ان انت لو single ممكن يبقى no وفي ممكن single تانية ادور كده لايه single يبقى ايه فالsingle دي مش هستعدني في حاجة لازم استعيني feature تاني كذلك divorce ابدأ اشوف التكسب ال income او الدخل بتاعي او الدخل شامل للضريبة الدريب لو لديت الدخل بتاعي اكبر من 80 الف دولار او اقل من 8000 دولار ابصي كده ليه مثلا لو انت عندك 70 فالاجابة no طيب مثلا 60 فالاجابة no طيب مثلا نخش بقى فوق ال 60 فالاجابة اي حد اقل من 80 فالاجابة no طيب افرض مثلا ان هو كان 95 85 هتلاقي yes هتلاقي 90 yes طبعا احنا اصلا قلنا مرد فان مش هنبص على تكسب ال income المهم يعني دلوقتي بعد ما ركز في ال features هلاقي ان تكسب ال income لما كنا اكبر من 80 هيبقى ال class yes ولو قال هيبقى class no ده اللي حصل كهيومان قدرت احدد او اناليز ال table اللي قدامي باستخدام features وحطت features بالترتيب ده ان ال refund اول حاجة هي تحط في root بعد كده احنا في السلايدز الجاه نعرف احنا ليه بنحط شميعنا refund لين ما دقاش من المهمات لل status ممكن ابدأ بالتكسب يعني ليه ده وليه اللي هو ده اللي حطت في الاول فدي بس شكل ايه decision 3 وازاي بقى ايه بقى افكر فيها لو جالي بعد كده sample جديدة فيها refund مثلا خلنا نقول no ومارة الاساسي بتاعته single مثلا والدخل بتاعه خمسين الف فانا اقول لك على طول ان الشخص ده الشيتنج بتاعه هيبقى مسلا انا مش فاكرة خلنا نشوف كده اه ده ايه ده ايه دي no اه لو انا no فانا هنا لو single فانا هنا لو خمسين الف فانا اه هنا هيبقى no يبقى دي لو لو دي sample جديدة فانا احط بدلها هنا ايه خط بدلها no اوكي هيبقى كلاش بتاعها no يعني كلاش بتاعها هيبقى no اوكي ده اللي بتحصل فاتيشن 3 او ده المفروض يحصل يعني لو احنا عايزين نخلي كومتر بتاعنا يعرف بالطريقة دي طيب اعملها ازاي بقى ماسيماتيكالي او بالنسبة لكالجوريزم او خطوات بنبدأ نحسب حاجة اسمها entropy انا دلوقتي عندي السؤال الاولين اللي هو refund امسك feature feature واعتبر كل feature عنها graduate سؤال وااخد مثلا ايه refund اوكي? وابدأ اسال طبعا ده دي السلاك دي ان رسمة general يعني على مساء معين مش المسال ده بس حتى لو عايزين نرسمع المسال ده ممكن نقول يعني افرق مثلا انت عندك siempre ايه السؤال الاولين اللي هو refund اوكي اا لو انت refund فانت عندك السامبلز اللي عندك هم أصلا عبارة عن عشرة سامبلز عشرة سامبلز هم عشرة سامبلز كان واحد بينهم ياس وكانوا عندي ياس واحد اتنين تلاتة والباقي كل نوع فممكن ناجي هنا لو حادث مثلا كلاص اللي اسمه طيب انا عايز اقول ثلاثة سامبلز ياس فانا عندي ياس ياس وبعد كده اللي هو مسلا كده سبعة لان تلاتة وسبعة عشرة فدي اربعة خمسة ستة سبعة هاجي بقى انا هنا احد اسأل نفسي سؤال من اللي من دول ياس ومن اللي من دول ده ياس وده نو كده العشرة بابدأ كده اياز مش الكلاس اللي اسمه ياس لا الرفاند يعني الرفاند اللي اسمه اااا فلو انا مسلا كنت ال yes عندي 3 samples عندي 3 samples اللي هي دي ودي ودي 3 samples دول كانوا كلهم ايه كانوا كلهم نو يبقى كانوا كلهم ايه اللي هي 3 شورة كده كانوا كلهم اصلا يتبع class اللي هو اسمه نو طيب النو بقى عندي كم sample yes وعندي كم sample no لو انا no هنا يعني لو انا no هنا فهبقى كم واحد no مثلا النو لو انا كنت no احنا 3 احنا اصلا 10 ف3 فده السبعة عادي تشوف من السبعة دول كم واحد الشيت بتاعه no انا مثلا عندي 1 ده 1 2 3 4 فانا عندي 4 no اربعة no انا العشرة بتوعي اتقسمه ل3 و7 السبعة السبعة دول في منهم اربعة no شيت وبعد كده يبقى الباقي التلاتة تانين هيبقوا هيبقوا yes او هيعمل شيت فالدوائر الدوائر دي معناها ان انا بعمل yes شيت وكذا يعني دي no شيت بفرق من النو دي والنو اللي ناصد عليها دي 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 النو بتاع الفيتشورز لكن دي no بتاع الايه بتاع ال close طيب هنعمل ايه بقى بعد كده ببدأ احسب حاجة اسمها انتروبي انتروبي ليه للسامبل بتاعتي الانتروبي ليه الكوستشن بتاعي بتكون عبارة عن انا مثلا بحسب الانتروبي للاجابة لاجابة معينة الانتروبي للno وانتروبي للyes الانتروبي بتحسب ازاي بتحسب ان انت الانتروبي بتاعت السامبل عبارة عن minus b للكلاس الاولاني log ال b minus ال b للكلاس التاني log ال b مش فهمة انا هقولها لك دلوقتي مثلا عايز اجيب الانتروبي بتاع الكاس دي او خلينا اقول الانترو بتاع الكيس دي ال اي بتاع ال نو عايز اقول مثلا ال اي بتاعة الريفاند زائد نو ان انا نو يعني هتبقى بتساوي ايه على حسب الروز او الكلام اللي مكتوب هنا بتساوي سالب سالب ايه بقى سالب بي سالب بي اللي هي ايه انت دلوقتي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي انا عملته ده اعمله على دي برضو يعني لو عايزين بس عشان نفهمها اكتر هلاقي مثلا لو عايز اعملها على دي هلاقي ان انا عايز ده اقول ايه بتاع الريفاند الريفاند اللي هو ييس اللي هو ييس طبعا الكتابة بتاعتي جميلة الريفاند اللي هو ييس هتساوي ايه هتساوي اه شوف انت جبت كم سامبل من كلاس الاولاني وكم سامبل من كلاس التاني طبعا انا جبت زي ماينس زيرو على تلاتة لوج الزيرو على تلاتة لان انا ما جبتش حاجة خالص خالص اصلا من من الكلاس اللي هو الدايرة ده ما بش كام واحدة بقى من الكلاس التاني بتلاتة يبقى تلاتة على تلاتة لوج الثلاثة على تلاتة اوكي بحسب حاجة اسمها انتروبي لكل اجابة انتروبي لكل اجابة الانتروبي دي بتقولي يعني الرفاند لما بيكون نو ساعد يعني بيديني اجابة من الاخر ولا بيكون تاية هو هنا تاية لكن الرفاند ياس بيديني بص لو انت الرفاند ياس يبقى انت اكيد كلاس مثلا تو او كلاس نو خلاص فلما فالانتروبي ده طبعا هتلع على الرقم في الاخر الرقم ده بيبين اللي انا بقوله ده يعني فكرة ان انا حط زيرو مرة كده ده هيخلي الناتج ده يطلع مثلا زيرو في الاخر او واحد في الاخر اعتقد هيطلع زيرو فلما الانتروبي بتاعي بيكون زيرو ده معناه ان الرقم ده بيساعدني قوي بنسبة 100% او الاجابة دي بيساعدني بنسبة 100% على ان انا اوصل للحل لكن مثلا لو كان عندك الانتروبي واحد ده معناه ان هو مثلا فيفتيفتي خلينا بقى نشوف اسئلة مثيلة علىها اكتر بس ده معنى اول حاجة ان لو انا عايزة ادخل في ان انا ابني الاجوريزم بحسب لكل اجابة لكل فيتشر بحسب لها الانتروبي والانتروبي تحسب لنا ايه من المعادلة دي طيب خديني مسلا انا اشوف لك مسلا حاجة زي كده احنا ايه السؤال ده مش عارف او كان حلو فوق ولا ايه ثوانيه السؤال ده لو انا عايزة احسبه خليني مسلا كانوا ده مثال تاني غير الرفاند عندي السؤال اولاني مش مهم ايه هو اسمه وعندي النمبر كان عن 16 ببدأ احسب الانتروبي للسامبلز دي الانتروبي للسامبلز دي هلاقي ان انا عندي ايه لو انا عايزة اكتب الانتروبي بتاع الاجابة دي تبقى عبارة عن 4 على دول كام دول 5 في 12 دول 10 تبقى 4 على 10 لوج 4 على 10 لوج 4 4 على 10 تبقى عم بالمينس وبعدين اقول ناقص الباقي بقى اللي هو 6 على 10 6 على 10 لوج 6 على 10 وشوف الرقم هيطلع كنان بس هو في الاخر هيطلع ايه؟ هيطلع الرقم ده 6 على 10 اوكي اللي انا عملت ده اعمله على السؤال ده واعمله برضو على السؤال التاني الاجابة دي والاجابة دي لما الانتروبي بتاع بيكون زيرو زي ما انتو شايفين كده لما الانتروبي يكون زيرو ده معناه ان الاجابة دي يعني بتوضح جدا او بتماشيني في طريق واضح جدا من ناحية اللي ايه؟ بتبقى تبقى تبقى كلاس 2 او كلاس 1 على طول كل السامبلز بتبقى كلاس 2 زي ما شوفنا في الريفاند تمام؟ طيب خلينا برضو ناخد امثلة او شكل اشكال كتيرة للحاجات يعني كيسز كتيرة لو انا مثلا عندي الشكل التأسيمة كان كده فيه تأسيمة مثلا لما جوبت ان الريفاند دي ايه؟ اداني كده ممكن الريفاند دي اديني مثلا حاجة زي كده فانا اجيب الانتروبي ازاي؟ خليني مثلا اعمل دي الاول مثلا اقول الانتروبي بتاعي يبارا عن سالب 8 على 8 لوج 2 8 على 8 ناقص 0 على 8 لوج 2 0 على 8 الـ 8 على 8 لانا عن 8 سامبلز تبقى الكلاس معين وهنا 0 على 8 لانا الكلاس الثاني مش موجود خالص فيه 0 ولوج 2 ده لانا عن 2 كلاسز تمام؟ بعد كده مثلا لو بشكل ما يعني الرسمة دي مش 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 مهمة اوه بس ان انا ايه ممكن ان انا ارسم الريزلت اللي جاي اللي لو كان ان انا الكلاس الحاجة الاولية التأسيمة الاولية تل��록لي ايه؟ لأيه زيرو طيب لو انا جالش تأسيمة زي كده لو كانت الاجابة بتاعresso المصانيا كانت بالمنظر ده هحسب الانتروبي ازاي؟ هقول مثلا الكلاس الاولي اللي عندي كانت سامبل 7 سبعة تمانية ناقص آآ ناقص سبعة تمانية لوج 2 سبعة תمانية ناقص السامل دي ليه 1-8 لوج 2-1-8 يطلع الراقب ولو هعبر عنه بالرسم طيب حاجة زي كده لو كان عندي 4-8 ناقص 4-8 لوج 2-4-8 ناقص 4-8 لوج 2-4-8 اداني 1 1 يعني ايه لما الراقب الانتروب بتاعي يكون 1 ده معناه انه هو ما بيشاركش معايا في الديس ديشن ما بيساعدنيش قوي فلما الانتروب يكون 0 ده معناه ان السمبل ان السؤال ده مهم وحاول اخليه مثلا فروط او حاجة لكن لو الانتروب بتاعي كان بواحد ده معناه ان السؤال ده مش مهم ممكن نخليه في الليف افضل تحت فلترية طيب طيب عندي امثلة تانية برضو هنا اقوى لو دي زي اول حاجة هاديك ايه برضو انتروب 0 طيب دي بس سؤاليا حاجة جنرال عشان بس نعرف ان انا مش لازم دايما انا بيعانتو كلوس فلو انا عندي اصفر اخضر ازرق احمر اربعة كلوس وعايز احسب الانتروبي لسامبل ظاهرتلي زي كده معايا واحد على عشرة لوج اربعة واحد على عشرة ناقص الثلاثة على عشرة لوج الثلاثة على عشرة اتنين على عشرة لوج الثلاثة على عشرة الاربعة على عشرة لوج الثلاثة على عشرة اوكي? كده. بس تدي لوجه 4 يعني. طيب. بعد ما احسب الانتروي لكل حاجة. ببدأ احسب بقى الانفورميشن جاي. طبعا انا في يعني لو انا دلوقتي ده. الريفاند. السامبلز عندي متقسمة بحيس ان انا عندي اصلا مسلا دول ايه? اتنين فاربعة. دول تمانية سامبلز كلاس وان ودول تمانية سامبلز كلاس تو. انا بدي ايه? احنا جادو عارفة ان الجادو بتاعنا في عشرة بس افرد ايه عنو 16. فانا عندي تمانية سامبلز كلاس وان وكلاس تو. ولو قلت ايش ولو قلت نو هيزهرلي ده والتوازيعة دي. اوكي? وبعدين احسب الانتروبيا اه اعرف احسبها. الفكرة بس ان انت بتضطر تحسب الانتروبيا برضو بتاع السامبلز الكبيرة دي. برضو عشان احتاجها احنا في ايه? في خطوة جاي. الانتروبيا هيحسبه زي بقى عبارة عن تمانية مسلا على ستاشر. طبعا بالسالب يعني. التمانية على ستاشر. صح كده? تمانية على ستاشر. وبعدين هتقول ناقص التمانية التانيين على ستاشر وكزا. هيطلع لك الواحد. ماشي? فدي جات من السامبلز الاصلية. اللي موجودة في الجدوة الاصلة. فالانتروبيا عندي بواحد. يعني السامبلز متوزعة بالتساوي. لكن انا اصلا كان في الريفاند او التيبو اللي موجود كان فيه يس تقريبا ثلاث مرات. يعني مش متأكدة. بس مش شرط يعني تلاقي ان هم ايه? السامبلز متقسمة بالتساوي. طيب. انك ستتبق ان انا بحسب حاجة اسمها information gain. اللي هو من الاخر ده او هذا الا كوششان ده او دي بتساعد بالنسبة ايه في والاجابة يعني. الانفورميشن بيتحسب من ان الانفورميشن او الجين بساوي الكنتروبي او الانتروبي الاصلي بتاع الداتا مينوس الاصمشن بتاعه كل الانتروبي بس ايه? بس تضرب كل واحدة فيهم في بي أو في اي. طبعا هنحلها بمثال دلوقتي افضل لو انا مسلا عايز اجيب الانتروبي بتاع الريفاند الانتروبي بتاع الريفاند افرض يعني السؤالة ونه ده هو عبارة عن الريفاند هعمل ايه الجين بتاع الريفاند او بتاع بيساوي واحد اللي هو الرقم ده واحد ناقص ال 97% دي بس هتضرب في ايه 10 على 10 يعني 10 على 16 دول كم دول 10 ودول 16 فنسبة الريس على العدد الكلي 16 فبقى 10 على 16 اضربها في الانتروبي بتاع ايه الريس ناقص دول كم سياتة 6 على 16 واضربها في الانتروبي بتاع النو طبعا لو عايز احساب الجين بتاع البوستين التانية هيبقى بنفس الطريقة واحد ناقص واحد ناقص ايه 10 على 16 واضربها في 90 72 ناقص ال 6 على ال 16 مضربة في ال 0 اوكي هحسب الجين هتلاحظ ان لو حصل في مرة مرة تظهر لك انتروبي 0 هيبقى الانفورميشن جين بتاعي كبير يعني زي ما احنا طبعا شرحنا قلنا ان ده بيشرح لي او بيومشيني في طريق ان انا اوصل للسامبلز او كلاس بشكل كبير يبقى الانتروبي هيبقى 0 وبالتالي الانفورميشن جين هيبقى كبير فالفيتشر او السؤال او خلينا اقول الفيتشر يعني اللي بيديني انفورميشن جين اكبر طبعا ده 55 وده 59 49 من 1000 ده 55 من 100 ده اكبر هو ده اللي هاخده بقى حطه عندي في الروت لو فرضنا اني عندي سؤالين اتنين بس تمام هي دي الفكرة ان انا ببدأ احسب حاجة اسمها انتروبي لكل سؤال وبحسب الانفورميشن جين لكل سؤال طيب لو عايز اخذ بقى سؤال من الاول للاخر وجربوا طبعا احنا عشان بس ايه اللحظة التفاول كده دي اجابة السؤال لو كده 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 كل ده اجابة السؤال طبعا فواحدة واحدة كده عشان ايه نفهم الدنيا طيب الموضوع بسيط بس هو الفكرة لو انت تعملك الاجوريزم بيطول يعني طيب لو انا عندي ده بالمنظر ده وعندي 14 يوم او 14 سامبل وعندي اربع فيتشرز اللي هو وعندي الوايف الاخر اللي هي البلاي تينس عندي بالنسبة البلاي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس ايام مش هيلعب فيهم والباقي هيلعب فيهم طبعا لو انا عندي 14 ودول 5 فده اا تسع يعني اربعتاشر وخمسة فبقى تسع واحد دين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع اوكي فعن تسع ايام اا اعمل المفروض ان انا بعد ما اخلص يعني اطلع بس اشي انتريدي عايزين بس نركز فيها الاول طبعا انا مش المفروض ان انا اطلعها لما امشي باللستيبس بس انا بس عايز اعلق على ايه على كزا نقطة الحل اللي بعد كده هو اللي هيجاوب على اسئلة دي اولا انا ليه بدأت بالاوت لوك انا ممكن ابدأ بالتمبرتشر او بالويند ده رقم واحد رقم اتنين افرض ان انت بدأت بالاوت لوك وعرفت ايجابة السؤال ده ورقيت ان ان انت عندك فيه رين وفيه اوبركاست وفيه ساني او ان انت ممكن اليوم يبقى مشمس او مغيم او فيه مطرة لما انت تكون اوت لوك ايش عرفك ان انت المفروض تجيب الويند هنا او ان انت تتحدد بعد لما تكون في حالة الرين تحدد بس دي على الويند مش الهوميدي في ايه اللي جاب الويند هنا وايه اللي جاب الهوميدي هنا ده بغضوا عايزين نجاوبه الحاجة التالتة التمبرتشر ما ظهرتش ليه خلص في التري انا شفت الاوت لوك شفت فيتشار وان و تو و سري بس ما شفتش التمبرتشر طبعا التمبرتشر لو ما ظهرتش في التري معنا كده الانتروب بتاعها اصلا كان ايه كان ففتي ففتي وبالتالي الجين بتاعك فكان هيبقى صغير يعني هيبقى مالوش معنى يعني هو ده السبب ان احنا هنلاقي ان دايما التمبرتشر الجين بتاعها قليا عن كل الفيتشار وبالتالي مش هناخدها معنا لان هي اصلا مالهاش كنتروبشن كبير وبعدين لو دخلت هتكبر طيب فده بس شكل يعني ده السؤال وده الحل بس خدنا نعملها واحدة واحدة اوكي اول حاجة همسك الفيتر الاولية اللي اسمها الاوت لوك الاوت لوك لها ثلاثة فالوس صاني ووفر كاست ورين هبدأ احسب اشوف السامبلز اللي هي صاني انا عندي كم سامبل لو انت بسيط على هتلاقي انت عندك اثنين وثلاثة خمسة عندي خمسة سامبل صاني واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة عندي خمسة سامبلز صاني اثنين منهم نو والباقي منهم ييس تمام وبربرزينت النو بالبلس فنو يعني اثنين نو وثلاثة مينوس فعندك هنا مثلا صاني وصاني نو نو بعدين هيبدأ ياخد فين صاني تاني صاني ماشي خلي يبقى هو استمع المزل الصاني نو وبعدكها صاني ييس وصاني ييس يعني الياس هو اللي بوستر لاننا عند اثنين ييس ماشي فالياس هو البوستر طيب فلو انا كنت اقول لك بدأت ابصت على السامبلز اللي هي صاني بس لقيت ان هما خمسة اثنين منهم ييس وثلاثة منهم نو لو بصت على الوفركاست وعملت نفس الطريقة لقيتنا اربعة منهم ييس وزيرو نو طبعا الوفركاست دي حاجة كويس اللي هو عمله ده يعني الرين خمسة سامبلز ثلاثة منهم ييس واثنين منهم نو خلينا شوف الرين كده هلاقي مسلا الرين وبقول لك خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ثلاثة منهم ييس عندك ييس ييس والتانية فين ييس اوكي بعد كده نو فيه اثنين يوم نو اللي هي نو رين نو ودي رين نو اوكي ده معنى الحاجات دي الاوتلوك الاوتلوك بتاعتك انت عندك كم سامبل اصلا لو انا شغالة في الداتة كلها عندي اربعة عشر بس هيلحظ ان فيه تسعة منهم فيه تسعة منهم ييس وخمسة منهم نو مثلا عندك الاوتلوك كده فيه عندك كم واحدة ييس واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة طيب والنو واحدين تلاتة اربعة خمسة ده معنى للحتة دي هبدأ احسب الانتروبي للأوتلوك والانتروبي للصاني والانتروبي للسوفر كاست والانتروبي للري اوكي اللي هي الحتة دي اللي هي دي احسب الانتروبي للكوستشن وبعدين الانتروبي لكل إجابة طيب احسب الانتروب اللي هو الاوت لوك الانتروب بتاع السؤال هيبقى تسع على الاربعتاشر لوك التسع على الاربعتاشر ناقص الخمسة على الاربعتاشر لوك الخمسة على الاربعتاشر وهتبقى لوك الاتنين اللي نعني توكلوس اللي هو زيرو وان اللي هو نوت هيطلع الراقب بعد كده احسب الانتروب بتاع الايه بتاع الصاني هيبقى اتنين على ايه اتنين على الخمسة لوك اتنين على خمسة ناقص تلاتة على خمسة الوجو الثلاتة على خمسة. كده هتلى على الرقب. بعد كده احسب الوفركاست اللي هو اربعة على آآ هما اصلا اربعة. اربعة على ربعة. آآ لوجو الثلاتة على اربعة. اه. بعدين آآ مينس زيرو على الاربعة, لجأة اتنين زيلا آآ زينا على الاربعة. هيدي نزيلا. طيب. الري inherent هما خمسة ثمس بعان تلاتة على خمسة لجأة تلاتة على خمسة آآ ناقص اتنين على خمسة لجأة تنين على خمسة اهي. طيب. بعد كاله احسب الجن بتاعي. ان انا ببدأ اقول ايي ان اللي هو ده. يعني اربعة وتسعين من مية. اللي كنا زي ما كنا بنعمل هيا عادي. بتقول. بتشوف ده جبت وكامل يا واحد ناقص. وتجمع دول مع بعض كده وبعد تضرب كل واحد في ايه في probability اللي هو ايه بالنسبة للاصل يعني فاجي هنا عايز احسب برضو هلاقي ان الانتروب بتاع الانتروب بتاع الاوتلوك عبارة عن 94 من 100 94 من 100 نقص انا عندي خمسة على الاربعتاشر بس اضربها في ايه في الصوني وبعدين عندي بعد كده الاربعة على الاربعتاشر اضربها في يعني دي اضربها في ال7 9 ودي اضربها في ال0 ودي اضربها في ال7 ال7 9 1 وهنا 0 وهنا 7 9 1 اللي هي الرقم ده اكي وبعدين بضرب يعني ايه الرقم اللي هنا ده انت عندك كام واحدة صاني خمسة يبقى خمسة على الاربعتاشر عندك كام واحدة اوفركاست اربعة يبقى اربعة على الاربعتاشر عندك كام واحدة ريم خمسة يبقى خمسة على الاربعتاشر همم كده هو ده هو ده ايه الجيم بتاع الاوتلوك طيب احسب بقى كل الدينة دي كلها على الاربعتاشر اجيه التمبراتشر احسب للتمبراتشر ايه الانتروبي والانفورميشن جيد طبعا التمبراتشر اللي عندي وكول اه السامبلز اصلا عندي اربعتاشر لانه اصلا شغال على السامبلز كلها حتى وقتنا هذا اه فشغال على السامبلز كلها هيديني اه اربعتاشر سامبل في منهم تسعة ييش وخمسة نو الاسامبلز عند فيه هوت وميلد وكول لو بسيطت على الهوت هلقي واحد اتنين هو الاربعة يبقى واحد اتنين ثلاثة واربعة عندي اربعة سامبلز اربعة سامبلز هوت اتنين منهم ييش واتنين منهم نو فعندي مثلا اتنين نوع هوا وده yes والتاني برضه تبقى yes فعندي اتنين نوع واثنين yes الميلد وهكذا بقى الميلد اجيبها والكل اجيبها ابدا احسب الانتروبي للتمبراتشر هلاقي ان الانتروبي للتمبراتشر هبارع عن 9 على 14 لوج 9 على 14 بعد كده ناقص 5 على 14 لوج 5 على 14 هديني ايه نفس الرقم بتاع الانتروبي لانا ناقصت شغال على نفس السامبل طيب الهضبق هيبقى عندي اتنين على الاربعة لوج اتنين على الاربعة ناقص اتنين على الاربعة لوج اتنين على الاربعة هديني ايه هديني واحد لانتروبي بواحد هاجي عند الميلد اربعة على الستة ناقص اربعة على الستة اه اربعة على الستة لوج اربعة على الستة ناقص اتنين على الستة لوج اتنين على الستة هديني رقم الكل هيبقى تلاتة اه تلاتة على الاربعة لوج تلاتة على الاربعة مينس الواحد على الاربعة لوج واحد على الاربعة ادنى الرقم بعد كيأ حساب الانتروبي 개인 سوري الانفورميشن جين تأكب على عبارة عن التمبراتشار جين اللي 24 من 100 ناقص آآ كل واحدة فيهم انا عندي كم سبب انا عندي دولة الاربعة يبقى اربعة على الاربعتاشر هنا ستة ستة على الاربعتاشر الاربعة آآ آآ على الاربعتاشر واضرب كل واحدة فيهم في الايه في الانتروبي بتاعة هنا واحد وهنا 9-1-8 وهنا 8-1-8-1 هتلع لرقم اللي انا بعمله ده عشان برضو مطولش الدنيا هلاقي ان انا هعمله في الهوميديتي وهعمله في الويند وبعدين هلاقي ان الارقام عندي في الجين الاوتلوك بكزا هلاقي اعلى واحد من الاوتلوك خلاص با الاوتلوك ده اللي تحط في رأس التري عشان كده احنا خدنا التري في الاوتلوك لان هي جابت لها ماسيماتيكا لي الانفورميشن جين اعلى حاجة يبقى انا كده الحاصل عندي ان انا عندي كلها من 1-14 في 9 منهم ييس و 5 منهم نو هبدأ احط مين احط الاوتلوك في الاول واقول عندي رين وعندي اوفوركاست وعندي صاني لما خدت بل ان كل الوفوركاست ييس فمش محتاجة ان انا اعمل اي تقسيمة بعد كده او ان اركز في اي فيتشر تاني ابدأ ابص على الرين هلاقي ان الرين الساملز اللي موجود عندي هو السامل الرابعة والخمسة والستة والعشرة والاربعتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة ساملز تلاتة منهم ييس و اتنين منهم نو وكذلك بالنسبة للصاني عايزة عرب احط فيتشر ايه هنا وحط فيتشر ايه هنا يبقى احسب الانتروبي للدنيا دي كلها يعني ايه احسب الانتروبي للدنيا دي كلها اشتغل على الجدول اللي هو فيه رين بس يعني ابدأ اشوف الساملز اللي هي اربعة وخمسة وستة وعشرة واربعتاشر هي دي اللي اشتغل عليها بحيث ان انا اجيب ايه الانتروبي والانفورميشن جيل لكله طيب انا عندي الساملز اه هو هنا اشتغل الاول على الصاني فعند واحد اتنين تمانية تسعة حداشر اشتغل على واحد اتنين تمانية تسعة حداشر اوكي اه يعني ايه الساملز دي يعني انت لو رحت عند السامل اللي هي واحد اتنين تمانية تسعة حداشر جيب كل الروز بتاعتها وحطهم لهنا بس طبعا شيل الروبت على ايه الاؤتلوك لان انا خلاص خطت الاؤتلوك ايه اه حددت على الاساس وعرفت ان هو هتحط في الروت وخلاص طيب بالنسبة ليه الهلاقي ان احط الروز بتاع خلينا شوفها لكم هناك برضو واحد اتنين واحد اتنين تمانية تسعة اه حد عشر يبقى ان هياخد الواحد اخد الروب بتاع الواحد والاتنين والتمانية ومحددها لي باللحم الروب كويس جدا والتسعة وده الحد عشر ده الجدول اللي انا عملله بالعلام الاحمر وده الحط اللي اشتغل عليه بعد كده اه او اللي انا شغالها دلوقتي يعني تمام هاي دي الساملز اللي انا شغال عليها ابدأ احسب بقى الانتروبي للتمبرتشر والانتروبي للهوميديتي والانتروبي للويند جيفن الجدول ده اولا عندي كم ساملز هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي خمس كم منهم نو كم منهم ياس فيه تلاتة منهم نو واتنين منهم ياس ده مين اسمه الصاني يعني انه واخد الجدول بتاع الصاني فيه خمسة سامبلز تلاتة اتنين منهم ياس وتلاتة منهم احسب الانتروبي للصاني طبعا بنفس الطريقة هيبقى عندك اتنين على خمسة آه لوج اتنين على خمسة نقص ثلاثة على خمسة لوج اه تلاتة على خمسة هيديك رقم بعد كده احسب الانتروبي بتاع الهوت اشوف هنا عن الوت واحد اتنين اتنين بس اوكي فانا عندي اتنين سامبل الاتنين اللي هما موجودين كانوا no فانا عندي zero sample yes واثنين sample no بعد كده محسب الانتروب هيبقى ايه لو احنا بنعرف بسرعة يبقى عندي ازيرو لان هما متساوين او يعني في زيرو في كلاس معين وكل السامبلز في كلاس تاني هنا برضو كل السامبلز في كلاس معين والباقي كان زيرو. لو المتساوي فالانترو بواحد. كويس جدا ان هو جابه بسرعة. بعد كي ابدأ احسب الانفورميشن جين بتاع في حالة ان انا الدنيا عندي صاني. ده عبارة عن سبعة وتسعين ناقص. انت عندك في الصاني عندك كم سامبل? اه خمسة. عندك كم منهم اتنين? يبقى اتنين على خمسة. بعدين اه هنا اتنين على خمسة وهنا واحد على خمسة. اتنين على خمسة اتنين على خمسة واحد على خمسة. اضرب دي في بتاعها وده بتاعها. نحسب برضو بتاع الهوميدي والويند. اتمنى طبعا لما اقولها كزا يبقى احنا ايه متخيلين. يعني احسب الجدول ده واحسب الويند جيفن الجدل ده وبعدنا كارن هلاقي ان التمبراتشر بكذا والهوميدي كذا والويند بكذا هلاقي ان الهوميدي اعلى حاجة عشان كده هتلاقي السطاني تحته مين السطاني تحته هوميديتي وكده لان هي لها الهوميديتي عالي بعد كده ابدأ اشوف الهوميديتي بتاعتي تبع ان انا خلاص يعني كان المفروض بقى ان لو انا جيتها بص على الهوميديتي هلاقي ان انا عندي الفاليوز اما هايا اما نورمل والسامبلز اللي هي اندي تسعة ودي حداشر والدي واحد دين ثلاثة اتنين تمانية فمش محتاجة يعني الدنيا وضحت خلاص يعني ابدأ برضو اشوف الريل اجيب بتاع الريل اللي هي عبارة عن السامبلز اربعة وخمسة وستة وعشرة وعبعتاشر اربعة وخمسة وستة وعشرة وعبعتاشر احسبها وبعدين برضو اجيب الانتروبي والانفورميشن جيل والهوميديتي والويند وطلع ارقام اتلاقي مسلا هنا هو وابدأ اقالى الارقام وبعدها هلاقي الويندي ما له هي اعلى حاجة يبقى ايه يبقى حط الويندي تحت مين تحت الرين عشان كده ده السؤال ايجاب السؤال برضو التاني اللي احنا كنا عايزين نسأله ليه الويندي تحت الرين ليه الاوتلوك كان اول حاجة ده جوابناه وليه الويندي تحت الرين طي اه خلاص انا عملت الويندي بعد كده هلاقي ان الويندي ليها توفاليوز ويك وسترونج مش عارف ايه وهكسب فاللي بيحصل بقى انه لو حاولت محاول ادنى دي الأجرزم انه انا اقول لنفسي لو انت لو الاوتلوك قصد بصنى ولو اتلوك بصنى يبقى البيليه نو. المويندى بتروي يبقى ياه? طبام? طيب. الحالة الثالثة اللي هو لو الاوتلوك بستساول فهنا اكيد ياس. الحالتين دوا لو الاوتلوك اكوى الريني والهوميدي اكوى هاي يبقى أنا نو. الاوتلوك اكوى الريني واللي مش عارف ايه خلاص. ده 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 يعني ايه? انت في حالة لو جالك حاجة اه مش معروفة خالص تاعدتها بتمشي على الارجوليزم ده عطول او بتمشي على تري دي. اوكي? طيب. اه اه اول حاجة الاتريبيوت اللي هو بيكون يعني هو بيبقى له انفرميشة جنين كبير. وفي نفس الوقت هتلاقي اصلا بعمل ايه زوان هتلاقي ان تري هتبقى صويرة جدا لما استخدم ايه الفيتشر ده. طبعا كريتيريا هي اعتبر الانفرميشن جن يعني على اساس ايه ببدأ ان انا احسب الانفرميشن جن. الحاجة اللي انفرميشن جن عالي هي دي اللي ايه نستخدمها كفيتشر عندي. طيب اه دي بقى عندي اه 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 تري تانيا اللي احنا كنا قلنا عليها في الاول اه اه الساملز اللي عندي ممكن تكون كاتيجوريكا لو ممكن تكون كونتينواس يعني ممكن تبقى الداتة عندك اه 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 يس ونو يس ونو او تكون تكون كونتينواس يعني ارقام مية خمسة وعشرين الف ميتين الف خمسة وعشرين الف تمام? طبعا الاسمها ايه الديشن تري شغالة برضو على فاليوز دي عادي. طيب اه افرد مسلا ده ترينينج داتة ودي التستي تاتا. لو انا عندي ترينينج داتة اه ومعي الديشن تري ببدأ اتعلم جبن الديشن تري ببدأ اتعلم جبن الديشن تري ببتعلم بطلع في الاخر موديل. موديل اتعلم خلاص عرف ان هو الدنيا ماشي ازاي? اه وكون لي لو جاتي تستي تاتا وداني سامبل زي مش عارفة كلاس بتاعها ابدأ ادخلها على موديل يطلع لي ايه الاستنتاج او يطلع لي هي في الاخر تم عاني كلاس. اه لو عايز افهم اكتر هلاقي ان انا ده لو انا عندي تري وجالي سامبل جديدة اللي هي مسلا نو مرد وتمانين. امشي كده. لو انا مرد همشي في الطريق ده. اه لو انا عرفت ان انا اه ريفاند ومارد مش محتاجة كما لو اكتب كلمة ايه? نو على طول يبقى الكلاص نو. دي بس فكرة الكلاصفكيشن باستخدام الديشن تري ان انت بتتمشي على تري اللي انت اللي انت عملتها. كأنها يف كونديشنز يعني. لو الرفاند نو. اه اند. المارد الاساسية اكوال مارد. اه ازا الخلي الكلاس يبقى نو. الاوبو كلاس هيبقى نو. غير كده لو كان مش عارف ايه كذا اقل من التمانين مثلا هيبقى اه يس وهكذا وده لو نو. دي الديشن تري باختصار اه بسيطة في الريجريشن و بسيطة في الكلسيكيشن. اه بيبقى تري عبارة عن روت وليفس وحاجات في النص. اه اه بحدد بناء على البيوريتي او الانفورميشن جين. اه طبعا في حاجة تاني اسمها جيني اندكس نبقى نتكلم عليها بعدين وبرضو في حاجة اسمها اسمها ايه? البرونينج. البرونينج ان هو انت خلاص نماشي على النظام خالص وعمل تعمل وتفاجئت في الاخر ان اقتري بتاعتك كبرت. طبعا هي اقتريها تكبر نتيجة سببين. اول حاجة ان الفتر زي ممكن تكون كتيرة. تاني حاجة ان انت قاعد عملت تحدد على كل يعني ايه? على كل حالة خاصة عملت سبلت. فطبعا ساعتها بنتطر ان احنا بقابلنا مشكلة ان انا كده بعمل تري حافظة قوي بتعمل كلها. طبعا دي مشكلة ايه? اه مشكلة الكيزز دي ان تحصل يعني. ممكن حد يكون مرد وما يعملش. فممكن بس ايه? انت تلاقي ايه? نفسك عملت دي بان جوة تري وبتعمل حاجات خاصة. وتبعا عندي مشكلة. فالبرونينج ده ده السلوك ان انا ببقى عايزة اقلم الشجر. اه بحيس ان انا اخليها ما تبقاش اه كبيرة. وبشيل منها الحاجات اللي هي مالهاش لازمة يعني لو في فتر ممكن اشيله خالص مش مهم. اه دي دي الطريقة يعني. الهدف منها ان انا بقوم تمايز شكل ايه? النود ستركشر وبقوم تمايز وبقلل يعني. اعرفنا اخدنا مثال ازاي ان انا ممكن احلل الحاجات دي بنفسي وعملت لها وازاي ممكن اعملها اه بماثيماتيكا لي اه من الاول للاخر يعني. اوكي? دي ان اتمنى طبعا تكون الدنيا واضحت. وانشاء الله تابل فيديو تاني.